سيد سعيد من خلال معطيات ما جرى خلال الثلاثة أسابيع الماضية ونحن في الأسبوع الرابع من التظاهرات إلى أي مدى من وجهة نظرك يمكن للنظام الإيراني اليوم أن يصمد في مواجهة هذا الغضب الشعبي العالم في جميع المدن الإيرانية تقريبا؟ يعني حقيقة لا نستطيع أن نقول برأيي أنه بهذه المظاهرات ستنتهي النظام الإيراني لأن النظام هذا سيستم والسيستم لا تمشي بمظاهرة أو مظاهرتين يجب أن يكون هناك سيستم من المظاهرات تقف أمام هذه النظام يعني أستطيع أن أقول في الواقع أن النظام الإيراني فقدت شعبيتها الآن لا يوجد شعبية لدى النظام الإيراني وحتى النظام فقدت وانشقت كثير من قوات الحرس الثوري ومن هيكلة الباسيج ومن هيكلة الجيش ولهذا النظام شافت أنها لا تستطيع حتى جلب من يقوم ضد المظاهرات فلهذا إصطرت أن تأتي بالحكومة إصطرت أن تأتي بالمراهقين يعني مثلا 13 سنة 14 سنة 15 سنة في السفر في الفيديوهات أنه جاءوا بهؤلاء الأطفال أشان يقفون أمام الشعب وأعطوهم بعض الأسلحة وحتى في أخبار أنه لا نستطيع أن نوثق هذه الأخبار لكن في أخبار أنه أخرجوا بعض السجناء الخطيرين قاتلين أو هذه الأمور أخرجوهم من السجن وأعطوهم الأسلحة قالوا اقتلوهم وبعد هذا نحن سنعطيكم الحرية مثلا وأيضا في جانب آخر مثلا هناك في الشهود في بلوشستان على الحدود الأفغاني أو الحدود الباكستاني أفضل أنه النظام الإيراني اضطر أن يدخل قوات زينبيون من باكستان إلى داخل بلوشستان عشان قوات ذخيرة إذا نفذت القوات وإنشقت القوات الإيرانية عن النظام يعني يستطيع أن يأخذ أو يتقوى هذا أمر خطير جدا سيد سعيد عندما يستعين نظام الإيراني بمرتزقة من الأطفال ويستعين بميليشيات ما تسمى بميليشيات زينبيون هذا أمر خطير جدا